قبل الفصل قلت أطرح بالتأكيد على ديوفي حديث مهم جدا بخصوص ملفين ملف المنصق الأمني ووجوده ضمن البعثة الرسمية ده دور مهم جدا للتنصيق الأمور كلها لوجستية مع اللجنة المنظمة وعيدا كمان جزء تسويقي مهم جدا النادي الآلي دامن بيستغل المشاركة في مثل هذه الأحداث الدولية لعرض أمور كثيرة جدا خاصة بي النادي الآلي المرة ذي كان التفكير خارج السندوق وهو أمر متعلق بتسويق عضوية النادي الآلي في الإمارات لما يملكه النادي الآلي من شعبية وجمارية كبيرة جدا في الإمارات هيكون الترويج لعضويات النادي هناك على هامش بطولة كأس العالم الأندية وتم تحديد مواعيد اللقاءات خلال أيام 2 و 3 و 4 فبراير بالنادي المصري في دبي ويوم 6 في أكاديمية النادي الآلي في دبي وأيضا يوم 7 بالنادي المصري في عجمان دي المواعيد الرسمية اللي النادي الآلي هيكون موجود فيها في هذه الأماكن خلال 2 و 3 و 4 فبراير في النادي المصري في دبي ويوم 6 في أكاديمية النادي الأهلي في دبي أيضا ويوم 7 بالنادي المصري في عجمان ده عشان يتم تسويق العضويات من خلال صفر وفد من النادي لترويج هذه العضويات في الإمارات وتعريف الجالية المصرية بمقر النادي الأهلي الرسمي في الجزيرة وفروعه المختلفة سواء في مدينة نصر الشيخ زيد التجمع الخامس وما يضم من منشآت وملاعب وصلاة ألعاب وحمامات سباحة ومناطق خدمية وطرفهية وملاعب للأطفال وفقا لأحدث النسق أو النسق العالمية كمان هيوفر وفد الأهلي خدمة فورية لأعضاء الجالية المصرية بالإمارات تتمثل في الحصول على كرنين نادي سواء العضوية العامة أو عضوية الأفرة فور دفع الرسوم المقررة وذلك دون الحاجة إلى الانتظار لحين العودة إلى القاهرة الوفد يضم الأستاذ طاري أنديل عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العضوية ومريان نائب مدير التسويق مريان ديمتري وأيضا كمان الأستاذ محمد رمضان نائب مدير الاشتراكات فزع صام كلام مهم طبعا بحثة محترفة بحثة فيها يعني كل ما يمكن أن يكون أهداف هدف فني مع الطاقم الفني واللعبين هدف تسويقي إدارة التسويق وفي نفس الوقت أعضاء مجلس الإدارة الموجودين تم اختارهم بعناية ليه علشان طارق أنديل طبعا صديقنا العزيز ولجنة العضوية وبالتالي طرح عضويات أفره النادي الأهلي ومقره الرئيسي طبعا الجزيرة على الراغبين في عضويات سواء مقصدات حسب بقى الأنظمة الدفع بالضبط زي كبريات الشركات ما بتسوع لنفسها وده المنبثق عن كيان الأهلي وتواصل برنامج عائلة الأهلي بشركاته باحترافياته بكذا وبالتالي ده هيعمل زخم مهم على فكرة كان أحيانا بسيل السؤال ده واللي عايز يشترك في النادي الأهلي أو في أي نادي يعني يعمل إيه خاصة أهلينا المغتربين يعني أو المقيمين في الخارج محبش مغتربين دي وبالتالي تروح تلاقيه هو عنده الأسئلة دي زي ما بتروح كبريات شركات العقار أو غيره من المنتجات للتسويق يعني أنت هنا دربت يعني عصفرين بحجر أن أنت تخرج في مهمة تسويقية تستفيد من السفرية تعرض ناديك على جمهوره المحبب وخلي بالك هيكون هناك أيضا في الفايل عضويات اللي هي تمنح لغير المصريين لأنظام برضه شهرية اللي ليهم تواجدوا أعمال في مصر عندها بتديهم عضويات أعتقد بتبقى كل ست شهور حاجات كده لكنه لا يملك طبعا حقوق العضو الكامل الأهلية أو التصويت فده عمل إيجابي الحقيقة والحقيقة الفكرة التسويق اللي أهلي شغال به يمكن بيتطور يعني الفكرة ليست مستحدثة أنا أذكر النادي أهلي من 2005 أو 2006 أو 2008 لما كان بروح اليابان وكان المهند السعاد للقيمة صنع على التسويق والتعقدات كان دايما بيبقى برفقة البعثة لمتابعة التسويق على مستوى العالم وتقديم أي صورة أي حد محتاجة عن النادي الأهل بيشوف التجارب اللي موجودة في أوروبا وكان عدنا نجل صدارة بيروحوا سراج وخيات مرتدي كان بيروحوا أوروبا وريال مدريد ويكون فيه لقاءات مرتبط بها جزء كبير منها بعملية التسويق الفكرة بقى الجديدة أنك كنت بتسوق لأضويات أنك بتطرح أضويات لمصريين موقومين وعارف أنك عدد كبير جدا من المصريين ليهم تساؤلات زي ما قال الأستاذ أصنام أنت بتروح تجابلهم على التساؤلات وبتحللهم المشكلة بل أنك ممكن تمنحهم الأضوية فورا وتمنحهم الكرنية وده أعتقد أنك بتسهل الوصول للخدمة بالضبط حتى مش هيستحنا بفرعة استلام الكرنية مدام أتم الإجراءة مش هيستحنا يرجع القاهرة هو خلاص يعمل أضوية النادر أهلي هيقدم لك كل العروض وأكيد بيقدم فيها تسهيلات كمان بالنسبة لهم فأعتقد أنك بتعمل تسويق في حاجات تانية جدا عندك ممكن تعمل ستور للأهلي هناك أنا في ناس كتير جدا برا مصر دائما بتسألك على إزاي نوصل للشيرت النادر أعتقد أن النادر أشغال على الموضوع ده سواء في الدول العربية أو حتى في الدول الأوروبية موجودة كتير جدا وجاء أفكار كتير جدا على أونلاين تقدر تعمل حاجات كتير الأهلي داخل في مرحلة تسويقية كبيرة جدا على مستوى أهلي بل أنه بيستلم أفكار من تجرب تسويقية تناسب ظروفه ويقدر يستفيد بها ويقدر يدع من الأهلي لا سيما وأننا نمر بظروف صعبة جدا يمكن كورونا منذ مطرت على العالم والأوضاع المالية في الأندية صعبة جدا فأنت محتاج أفكار دايما خارج السندوق محتاج أفكار تدخلك تعملك مداخيل مالية بشكل مستمر بعيد عن الحاجات التقليدية اللي اتضربت بشكل كبير جدا أعتقد فكرة مهمة جدا بيتمع النادر أهلي وإن شاء الله سيأتي افتمر ومتقبل